جيت من اسكندرية بعمل إعلانات ومش في مهي خالص التمثيل وعمري ما فكرت إن أنا بقى ممثلة ولا عمري تخيلت إن في يوم الآية ممكن أكون ممثلة أنا كان نفسيا بقى مضيفة طياران فجينا نعمل كاستنج لإعلانات أنا واحدة صاحبتي وبعدين أستاذ جورج دوس مخرج الإعلانات قال لي أستاذ جالية الشارعية وبيع المصرحية بتقول لي أستاذ أحمد بدير ونرمين الفئي اسمها دستور يا سياد فقال مثلا عمري ما مثلت فقال لي طب تعالي بس إيه نشوف الدنيا ممكن أريت أريت زي مبارا جورنال أو كتابة أو كتابة أي حاجة فلاقيتهم بي بكرة البروفيس ساعة 9 فاستغربت جدا انتو خدتوني وليس؟ فدخلت المصرح حسول جالية الشارعية وعلمني أفع المصرح دي كانت جرؤة كبيرة جدا إن ممثل يبتدي مصرح مصرح ما كنت أقولك من أصعب الجمهور إذا أنا كنت برجلي بتترعش وعناها بتدبع يعني ممكن أصعب كل سنة وطراب وواجه الجمهور واجه اللي وجه ده صعب أول كله كما فيش غلطة أول وهلة كده إيه؟ أول وهلة أنا طلقت على المصرح كان معي مجموعة كبيرة جدا كلهم نجوم ما شاء الله دلوقتي داليا مصطفى، أحمد وفي، أحمد زاهر، محمد جمعة، شادي سرور، واقل علي، يعني نجوم شباب كان نصعيتها شباب وكان معنا أستاذ فتوح وأستاذ أحمد فقاد سليم وكانت مصرحي حلو قوي وأنا كنت أول يوم دستوريا سادة أول يوم تلعت على المصرح أنا ركبي كان بتخبط في بعض بجد ودموع نزلة من عينية بشكل مخيف وروح ترمي يا كلام وطلع عجري، لو ما أسخر أنه كان دور قصة وأنا أسان براشة رؤس فكانت يعني الحمد لله عدة لأنه كانت نربين هي اللي بترؤس فأساس جلال عدنا قبل ما يتعامل الأفيش ويتعامل الحاجات فعدنا نقترح كذا اسم ففي الآخر اقترحنا أن أنا يبقى اسمي صفاق جلال هو اللي اقترح يبداكي اسم يعني أمنت بموهبتك ولا حس أن أنت مشروع نجمة كبيرة فتبنى ده هي كانت بركة من عند ربنا يا كله بالبخط كده طب طالما بركة من عند ربنا أنا هسألك سؤال بقى بره الإنترو والحاجات دي شايفت أن صفاق جلال مظلومة في الوسط أنا النفس شايفها مظلومة موهبتها مظلومة فأنت شايفة إيه بقى والله يبصي أقولك حاجة يعني كله بقى وينه زي ما بيقوله يعني ورق التوت اتعمل من سنتين ونزل دلوقتي قبل رمضان كنت عاملة مسلسل اسمه جروب العيلة مع أن أنا قديرة سميحة أيوة كان جميل جدا ومسلسل لايت والناس حبته وشبهنا قوي وجالي مسلسل في رمضان وبعدين اللاين بتاع الشخصيات نفسه تشال فعلى قد ما فرحت أن أنا هشتغل في المسلسل على قد ما الحمل اللي حمدت ربنا أن أنا ما اشتغلتش لأنه يعني خلاص مش مشكلة يعني مش حاجة مثلا شلوني وحطوا حد تاني فزعا قبلها فترة جالي وأنا بعمل جروب العيلة جالي أربع عمال مع بعض يا رب ما شاء الله أكيد قلت الحد فروحه لا خالص والله ربنا سبحانه وتعالى ترتيباته صحا لك تبقى أحسن من تكرار أحسن من أي حد في الدنيا طبعا يعني مفيش حد لو قلت إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لي خد ياهو أربع عمال بس مش تعرفي ما حصلش توفيقه وكان في اي بيو نصيب نصيب أكبر من أي حاجة كان فيه حاجة فيهم سفر وكان فيه حاجة ففيه ناس عشان السفر اللغوا لأنه كان بيعرضوا على الهوى فقويم شينفع المسلسل التاني المخرج مرديش يعني المخرج المنفذ مرديش يوفق بينه وبين المسلسل بتاع جروب العيلة ففي الأربع عمال عملت عمل فالحمد لله سنجح لا نصيب نصيب